أفادت مصادر أمنية تركية أن طائرات تركية وأمريكية شنت غارات على مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا ما أدى إلى مقتل أكثر من خمسين وإصابة نحو ثلاثين وأضفت المصادر أن القصف دمر ثمانية أهداف للتنظيم داخل الحدود السورية قرب محافظة كيلس التركية مشيرة إلى أن هذه العملية دعمتها قوات تركمانية على الأرض في سوريا شكرا